بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العقدة من لسان يفقه قولي أيها الأخوة الأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في برنامجنا الأسبوعي المتجدد على مات الساعة من منظور عصري في هذه الحلقة إن شاء الله سنكمل عن المهدي في الحلقة السابقة والتي قبلها تكلمنا عن المهدي من منظور الشيعة ثم المهدي من منظور أهل السنة والجماعة وذكرنا بعض المقدمات لظهور المهدي وفي هذه الحلقة سنتكلم عن بعض العلامات وهي وجود ملاحم في ميناء في موسم الحج طبعا الأحاديث ضعيفة لكن مجموعة كبيرة من الأحاديث تتكلم عن هذا الموضوع ولذلك لابد أن نتكلم عنها بشكل عام النبي صلى الله عليه وسلم يقول تكون ملحمة بميناء يكثر فيها القتلى وتسيل فيها الدماء حتى تسيل دماؤهم على الجمرة حتى يهرب صاحبهم أي المهدي فيأتا بين الركن والمقام فيبايع وهو كاره ويقال له إن أبيت ضربنا عنقك يرضى عنه ساكن السبه ساكن السماء وساكن الأرض هذا حديث ببين أنه ستحصل فتنة وفي أحاديث ثانية في أحاديث آخر تكون في رمضان في رمضان صوت وفي شوال مهمها أي صوت زجر صوت ومنع وفي ذي القعدة تحارب القبائل يعني تحارب بعضها بعضا وعلامته ينتهب الحاج عملية نهب للحجيج في ذلك العام وتكون ملحمة بميناء يكثر فيها القتل ويسيل فيها الدماء حتى تسيل دماؤهم على الجمرة حتى يهرب صاحبهم فيؤتى بين الركن والمقام فيبايع وهو كاره ويقال له إن أبيت ربنا عنقك يرضى به ساكن السماء وساكن الأرض هذا حديث آخر وحديث آخر يحج الناس وليس لهم إمام يعني ما فيش واحد يقوم بهذا العمل عملية تنظيم الحج هذا الدليل على أساس أنه قد يكون في عندنا فوضى قد تكون الدول تزعزعت ما ظلش الآن المنظومة اختلفت على غير إمام فبينما هم نزول معا إذا أخذهم كالكلب داء الكلب السعار السعار الكلب لما يصاب بالسعار بداء الكلب يبدأ ينهش بمن يجده أمامه ثارت القبائل بعضها إلى بعض فاقتتلوا حتى يسيل تسيل العقبة من دمائهم فيفزعون إلى خيرهم فيأتونه وهو ملصق وجهه بالكعبة يعني يبكي على حال الأمة يبكي على ما وصلت إليه الأمة يبكي على المصائب التي حلت بالأمة كأني أنظر إلى دموعه فيقولون هلم فلنبايعك فيقول ويحكم كم من عهد نقضتموه وكم من دم قد شفكتموه فيبايعوا كرها يعني رغما عن فإذا أدركتموه فبايعوه فإنه المهدي هذه بعض الروايات مجموعة روايات لكن قد يقوي بعضها بعضا أيها الإخوة الأخوات من علامات سمن يوطئ للمهدي مين اللي بد يوطئ الأمر للمهدي يعني يهيئ الأمر للمهدي عندنا مجموعة من أحاديث النبي عليه السلام قال يقتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة الكنز طبعا علماءنا ذكروا الكنز إما أن يكون كنز الكعبة أو الكنز اللي على الفرات وأنا أعتقد أنه على كنز الفرات والله أعلم كلهم ابن خليفة يعني خليفة ابن خليفة هو أبو حاكم أبو رئيس جمهورية أبو ملك هو ابن ملك الكل يطمع بهذا المال الكل لعاب يسيل على هذا المال الكل يريد حطام الدنيا بأي وسيلة اذبح شعبك كما تشاء ليس له من هدف إلا المال إلا هذا الكنز ثم لا يصير إلى واحد منهم يعني ما أحد من هؤلاء الثلاث يسيطر عليه يعني يخ أخذ منهم يسلب منهم يمنعون منه لأنهم عبيد وأنا أعتقد لأنهم عبيد عند أسيادهم من الغرب ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج فإنه خليفة الله المهدي هذا بعد القتال على الكنز سواء الفرات أو الكعب المشرفة وذكر يخرج ناس من المشرق يوطئون للمهدي يعني سلطانه وكل الترات كثير من الروايات من خراسان لذلك كثير من الناس من يعتقد أن أسامة بن لادن كان أحد الموطئين للمهدي هذا الآن يتداول احنا حبينا أن نذكر هذا الموضوع لأن كثير من الناس من يتداولون هذا الموضوع مثلا يخرج رجل من وراء النهر يقال له الحارث بن حراث على مقدمته مقدمة الجيش رجل يقال له منصور يوطئ أو يمكن لآل محمد كما مكنت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجب على كل مؤمن نصره أو قال إجابته طبعا بعض الناس المحدثين أسقطوا على أسامة بن لادن وقال لك الحارث هو اسم من أسماء الأسد الحارث لأن هناك الحارث من حراث ولادن كلمة لادن من أسماء الأسد كذلك من أسماء الأسد عند أهل اليمن أهل اليمن يعتبرونه والله هو الحارث أبو الأسد ولادن أبو الأسد لغة وهو يخرج من خراسا طبعا هذا التحليل قد يحتمل الصحة وقد يحتمل خطأ لكن أنا أحبابي أنا أذكر هذا الموضوع لأن كثير من الناس من يتداول هذا اللي هو الأمر من مميزات الآن بدنا نتكلم عن مميزات جمن المهدي رضي الله تعالى عنه المهدي في جمنه خير ورخاء في جمنه عجة ورفعة ورفعة هذه الأمة في جمنه كبت وكبح للنفاق والمنافقين والعملاء والقوانة في جمن المهدي سيكون الروم في قمة الضعف بعد أن فرعنوا في هذا العصر الذي نحن فيه لذلك أول عمل من الأعمال هو انتصاره على الروم وذكرنا حديث من حديث النبي عليه السلام أن المهدي يقاتل الروم الملحم الكبرى التي يقتل فيها عدد هائل جدا ثم يأذهب ويفتح القسطنطينية ثم له كثير من القضايا لكن هنا ورد أحبابي أن نركز على حديث يقول يكون عليكم خليفة أو أمير يؤتى بملوك الروم مصفدين في الحديث كيف لما أحنا ربطنا الويس الذي أشره المصريون في معركة المنصورة في مصر عندما هاجم الصليبيون مصر كيف أن كثيرا من هؤلاء زعماء هؤلاء الكفرة كانوا يصفدون بالأغلال فمن الأعمال التي سيقوم بها خليفة الله المهدي اللي هو تصفيد تربيط وضع الكلبجات باللغة اليوم بأيدي ملوك الروم وهنا التركيز عليه؟ بملوك الروم لأن الروم هم مصيبة الأمة إلى يوم القيامة الروم هم الذين إلى أن يعيثون فسادا في العالم الإسلامي بل في البشرية جمعا الروم هم الذين يستعبدون الناس وكلمة الروم أمريكا وبريطانيا وفرنسيا وألمانيا هذه الدول التي ما زالت تحلم بالصليب كما أن البابا السابق عندما رفع راية الصليب هؤلاء هم يرفعون راية الصليب من جديد لذلك خليفة الله المهدي يأتي بهم أو يؤتى بهم يعني يبعث جيش من جيوشه من يأتي بهم مصفدين وستفتح روما كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بعض العلماء بالنسبة لفتح روما يقولون أن قد تكون قبل خليفة الله المهدي وبعض منهم عندما يفسرون يقولون أن الذي يفتحها هو خليفة الله المهدي كما ذكر النبي عليه السلام لتفتحنا القسطنطينية ثم رومية ثم رومية وأحاديث كثيرة جدا وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول صلى الله عليه وسلم فلا يفوتنكم أصفرها ولا أبيضها لأن القسوس عندهم أطنان من الذهب والفضة موجود عندهم كميات هائلة جدا من الذهب والفضة هذه الأموال مطمورة في الكنائس الآن داخل الفاتيكان في مدينة روما فالنبي عليه السلام أخبرنا أن هذه الأموال ستنفق في سبيل الله عز وجل فلا يفوتنكم أصفرها ولا أبيضها أيها الأخوة الأخوات من مميزات المهدي الخير الكثير طيب احنا ما عندنا خير الآن عندنا خير هائل جدا لكننا محرومون منه أموال الأمة الآن كلها مودع في بنوك أوروبا وأمريكا نحن ندفع لهم الجزية عندما تخلينا عن ديننا نحن لا نحصل حتى على أموالنا إلا على الفتات هذا هو واقع الذي نعيشه الآن لكن انظر إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كيف أن الخير سيعم بشكل كبير جدا زمن المهدي رضي الله تعالى عنه يقول يخرج في آخر أمة المهدي في آخر الأمة يسقيه الله الغيث الغيث تصب مدرارا كأنها أفواه القرب كناية عن كثرة الأمطار كثرة الخير اللي بنزل في هذه المنطقة وتخرج الأرض نباتها مطر كثير نبات الآن نتيجة المطر وجود المطر كل ما في الأرض ينبت ويخرج ويعطي المال صحاحا معنى صحاحا بالعدل والسوية والآن بعد شوي فيه لها نقطة مستقلة وتخرج الماشي يعني تكثر تخرج الماشي للمراعي فتشبع يكثر الخير الحليب الدر النسل كله هذا بسبب ببركة تطبيق شريعة الله عز وجل وإحنا بنركز على بركة تطبيق شريعة الله عز وجل لذاك لما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا قال لإقامة حد من حدود الله خير من أن تمطر أربعين صباحا أربعين صباحا لأنه في إقامة الحد حفظ الأمة كاملة فهنا ذكرت وتخرج الماشية وتعظم الأمة الأمة أمة محمد عليه السلام يكون لها شأن وقوة يعني خلينا نحلم خلينا نذكر أيام لما كان هارون الرشيد يخاطب هارون الرشيد عندما كان يخاطب للأسحابة أمطري حيث شئت فإن خراجك قادم إلي خلينا نذكر ونحلم الآن بهارون الرشيد لما كان نقول من أمير المؤمنين هارون الرشيد إلى نكفورت كاليبر روم الجواب ما تراه بعينك لا ما تسمعه بأذنك والسلام هذه الآن الأمة بصير كون لها دور كبير جدا لما الآن تنطبق انطبق شريعة الله لما ينطبق حديث النبي عليه السلام لما قال نصرت بالرعب من مسيرة شهر من مسيرة شهر كامل لما الأمة الأمة تطبق شريعة الله الأعدو بخاف منها من مسيرة شهر والله لو طبقنا شريعة الله لما فرعن اليهود ولا الأمريكان ولا غيرهم داخل بلادنا فهنا وتخرج الماشية وتعظم الأمة يعيش سبعا أو ثمانيا يعني حججا سبع سنوات اللغة المهدي يعيش أو ثمان سنوات خلال هذه الفترة كاملة خذ حديث آخر من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج المهدي في آخر أمة المهدي يسقيه الله الغيث تخرج الأرض نباتها ويعطي المال صحاحا وتكثر الماشية وتعظم الأمة يعيش سبعا أو ثمانيا يعني سبع سنين أو ثمان سنين ثم حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا كله على أساس الخير كثرة الخير يكون في آخر الزمان خليفة يقسم المال ولا يعده من كثرة المال من كثرة الخير طيب إحنا الآن ما عندنا مال أنا لما بتكلم الآن بتكلم عن التريليونات لعالمنا العربي والإسلامي الآن مدعا في بنوك الغرب التريليونات على مستوى لو أجينا نعتبر هذه الأموال لو قسمت بين الأمة صحاحا لما وجدنا فقيرا في العالم الإسلامي بل سننشر الإسلام بجنوب بالقارة الأمريكية سواء الشمالية أو الجنوبية أو بأفريقيا أو بجنوب شرق آسيا سيصل الإسلام إلى مشارق الأرض ومغاربها لو أننا استثمرنا أموال الأمة داخل الأمة لكن نحن محرومون من ذلك الأخ ماجد تفضل الأخ ماجد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله إذا تكرمت عندي تفاعل تفضل الموضوع المطروح تفضل طبعا أنا سمع منك وسمعك من حديث كثير وصافوا تجاوز توصف الأنبياء أنفسهم اللي بعثهم ربنا من هو؟ مجتمعين المهد المهدي حسب الأحاديث الواردة أن مواصفاته تجاوزت مواصفات الأنبياء المبتعثين منذ قدم إلى محمد عليه الصلاة والسلام نعم حل السؤال أنا طبعا بحثت في القرآن ما يعني بطريقة وكمان ورجعت إلى جميع التفسير وجميع أقوى العلماء لم أجد إشارة واحدة لا من قريب ولا من بعيد ولا حتى تلميح إلى المهدي حل السؤال هنا هل نعم رجل بهذه المواصفات يحمل مواصفات أعظم من النبي لم يوجد إله ذكر أو تلميح في القرآن جزاك الله خير أخ الفضل الأخ ماجد لو حضرت الحلقة الماضية واللي قبليها كان الآن هاي الإجابات كلها تكلمنا عنها أولا الأمر الثاني من الذي قال أنه مواصفات أعلى من مواصفات النبي محمد عليه السلام أولا هو تابع من أتباع النبي عليه السلام هو مؤيد من الله عز وجل هو لم يأتي بشريعة جديدة إنما هو عبد الله عبد من عباد الله تابع من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام ليس له صفة النبوة لأن النبوة ختمت بمحمد عليه السلام ولذلك حتى عيسى بن مريم عندما ينزل والأحاديث عيسى بن مريم عندما ينزل ينزل بصفته تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم وليس نبيا مستقلا لأن النبوة ختمت بمحمد صلى الله عليه وسلم لذلك أنصح الأخ إذا اطلعت على اليوتيوب الحلقة الماضية والتي قبلها ستجد الإجابات واضحة بينا وتتبعها العلماء بالتفصيل وجزاك الله خيرا أيها الأخوة الأخوات إذن حديث النبي عليه السلام يقول يكون في آخر الزمان خليفة يقتسي يقسم المال ولا يعده الكناية عن كثرة الأموال الأمة الخير والبركة وأنا دائما بتكلم الآن واقعنا احلم عندنا تريليونات وين هي أموال الأمة أين هي كم يحصل الناس الآن من أموال الأمة أموال الأمة بجزء الآن أقل تقدير في كثير من دول العالم العربي خمسين بالمئة لشخص المسؤول خمسين بالمئة من أموال الأمة خمس وعشرين بالمئة للعائلة واللي حواليهم وقسم كبير البقية كلهم الآن بيعيشوا بخمس وعشرين بالمئة هذه أموال وهذا أدى إلى الأحقاد اللي رح نتكلم عنها بعد لحظات الآن بإذن الله تعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قال في ذكر المهدي ويكون المال كدوسا يعني مكدس فوق بعض البعض من كثرة الأموال قال يجيء الرجل إليه فيقول يا مهدي أعطني أعطني يعني بطلب المال قال فيحثي له في ثوبه ما استطاع أن يحمل وهذا كناية عن كثرة الأموال الموجودة التي ستكون لأنه في عدل ولذاك لو ضربنا مثال عمر عبد العزيز رضي الله تعالى عنه خلال سنتين وست أشهر لم يجد فقير داخل الدولة الإسلامية الممتدة من الصين إلى الأندلس بسبب عدل سنتين ونص ولو عندنا حكامنا عدل لما وجدنا فقراء لكانت الأموال الآن تفيض فيغا والله لما وجدنا من يقبل الزكاة بسبب كثرة الأموال الموجودة عند الأمة والتي تحرم الأمة منها أيها الأخوة والأخوات كذلك من علامات من مميزات بزمن المهدي منع السفن في بعض البحار وهذه حقيقة بحاجة الحديث ضعيف الحديث حسن يقول النبي صلى الله عليه وسلم يوشكوا أن يزيح البحر الشرقي حتى لا يجري فيه سفينة الأخ أبو أحمد يتفضل السلام عليكم عليكم السلام كيف فك سيدي حياك الله يا هلا أنا بس أتعلق على سؤال لك قبل ما جد تفضل هو سأل حسن فيه إشي بالقرآن الكريم يدل أو يثبت أو يواجه نعم على وجود فينا على المجد المهدي نعم هيا الشيء الثاني قوله تعالى لا تأتيكم اللا بخت إيش نعم 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 أو كم حمد وصل يعني ما فيه علاماته في دلائل بالقرآن الكريم نعم تستير مهن مع العطوة الله بارك فيه جزاك الله خير هو حقيقة أخواننا ليس كل شيء ورد في القرآن الكريم حتى نعتبره اللي نأخذ فيه القرآن وعندنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم القرآن لم يذكر كل شيء مثل القرآن ذكر يا أجوج وما أجوج ولم يذكر الدجال القرآن الكريم أخذ ذكر عن الدابة ولم يذكر عن بعض القضايا الأخرى فلذلك ليس شرطا أن يذكر القرآن ألا وإني أوتيت الكتابة ومثله معه اللي هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنا بدأ أركز الآن نفس الطريقة منع السفن لما بيقول يشك أن يزيح البحر الشرقي حتى لا يجري فيه سفينة وحتى لا يجوز أهل قرية إلى قرية منع الناس من التنقل وذلك عند الملاحم وذلك عند خروج المهدي لاحظ البحر الشرقي الآن السفن كلها بخليج العربي الخليج العربي الآن مقبل على قضايا كثيرة جدا هاي الآن إيران هاي أمريكا سفنها فرنسا بريطانيا دول كلها الآن تحشد السفن وبأي لحظة من اللحظات قد تمنع السفن من الجريان في ذلك المجرع بأي لحظة لو صارت الآن كوارث لو صارت مشاكل لو صارت حرب معركة الآن البحر العربي أو خليج الخليج العربي ستتوقف حركة الملاحة فيه هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لك البحر الشرقي إذا أخذنا المدينة المنورة هو شرق المدينة المنورة وكان يشير النبي عليه الصلاة والسلام من مبيزات المهدي الخلافة للمهدي بدأ ترجع الخلافة اللي حرمنا منها الخلافة اللي على منهاج نبوة النبي صلى الله عليه وسلم خلافة الأمن والأمان خلافة العدل والإحسان هذه كلها اللي حرمنا منها السنوات منذ عام الثمانية وعشرين او الارب وعشرين عندما تم القضاء على الخلافة العثمانية ونحن الان في بعد عن هذا الشيء الاخ عمر تفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله رايزيتي الخير فيك على المعلومات القيمة جميعا في عندي سؤالين السؤال الاول تسأل عن حديث كثير يتداول على الواتف وعلى التواصل الاجتماعي انه من علامات الساعة هو حديث قويت منظنه تقوط سبع امراء من الدول والسؤال الثاني بالنسبة للمعلامات التعطينية عن علامات يوم القيامة يعني انا اللي بتسألوا شو بدفلنا هاي المعلومات او شو مطلوب منه يعني بعد معرفنا هاي المعلومات جزاك الله خير يعني ما هي فائدتها معرفتها نعم احنا يعني شو مطلوب منه يعني بعد ما اتنعنا من حضرتك نعم جزاك الله خير بارك الله فيك اول شي انه سبع امراء لم اجد اي حديث من احاديث النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الموضوع لكن وراء الثلاثة يقتتلوا عند كنزكم ثلاثة كلهم ابناء خليفة وهذا الحديث صحيح القضية الثاني ما هو المطلوب منه انا ذكرت في بداية الحلقات ليس معنى علامات الساعة نركن وننام ليس معنى الخروج المهدي ان نسلم ليس معنى وجود انتظار المهدي الان ان نسلم الامور وان نتكاسل اح لما بنتكلم عن علامات الساعة هاي حتى تعطينا هم ان اعمل للاسلام بالليل وبالنهار لما بتكلم على اساس الان انه جاينا حرب مع الروم مع الروم استعد الان كيف اهيج الامة لهذا اليوم لما بتكلم عن اليهود كيبدي الان اغرس في قلوب المجتمع الذي اعيش فيه كرهم وبغضهم لليهود اللي يحتلوا ارضنا وبلادنا ومقدساتنا الان معنى علامات الساعة لما بعرفها مطلوب مني اذا كان مثلا انتشار الزنا ابتعد عن الزنا الان منع الجهاد معنى ذلك ان اعمل على اعادة الجهاد في سبيل الله عز وجل لما اتكلم الان عن التعري من علامات الساعة ان احارب ظاهرة التعري هذا هو معنى علامات الساعة هذا هو المطلوب مننا الان ان نقوم به من خلال هذه القضايا ايها الاخوة الاخوات من مميزات الخليفة الله المهدي اللي هو الخلافة اللي ذكرنا ان احنا حرمنا منها فترة طويلة اللي الان تحارب ويتعتبر جريم الجرائب لانهم يريدون من الاسلام ان يكون نظام كهانوتي دعما لقيصر لقيصر وما لله لله الله داخل المسجد او الكنيسة فقط بدهم اياه اما خارج الكنيسة او داخل خارج المسجد لا ممنوع علمانيين وانظروا الان الى العلمانيين في الاردن والعلمانيين في مصر والعلمانيين في سوريا كيف بيحاربوا الاسلام كيف بنشر الرذائل الان لما نجد الان عندنا بوزارة التربية والتعليم عندنا الان المواهب الغناء والرقص والله عار عار على ان تكون في وزارة التربية والتعليم ان نركز على كيف بدنا نخرج مواهب المغنين والمغنيات من الابناء بدل ما نعلمهم كيف بدنا نخرج مواهب العلماء مواهب الاطباء مواهب المهندسين علماء الذرة هذه المواهب اللي احنا بحاجة ان ننميها كيف الان منروح كيف ترقص وكيف تغني ومن اللي بيشرف عليهم التحكيم لجان التحكيم الممثلين والممثلات وهذا يعتبر عار عار على هذه الامة اذا احنا نركز على الخلافة لان الخلافة مهمة جدا في حياتنا والنبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا عن ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام تكون النبوة فيكم ما شاء الله ان تكون ثم يرفعها الله وهذا كانت موجودة عندنا النبوة النبي عليه الصلاة والسلام ثم خلافة على منهاج النبوة ثم اذا شاء ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله ان تكون ثم يرفعها الله ثم يكون ملكا عارضا ملكا يعني وراثي من الاب لا الابن لا ابن الابن لا ابن الابن ولو كان بعده بالحفاظات المهم ان يكون الان ولو كان بالحفاظات بصير الان هذا الانسان ولذا انظروا الآن فيه كثير مجرد ما يولد لمسؤول من هؤلاء فورا عبارة عن مبالغ خيالي تصرف وتضع في حساباتهم ثم يكون ثم تكون ملكا جبرية وهذه هي المنطقة اللي احنا فيها الآن الفترة الزمنية التي نعيشها الملك الجبري بالحديد والنار بالبراميل المتفجرة بالقتل بالحرق باستخدام الدريل بحفر الحفر بالطائرات بكل انواع السلح بالابادة بغاز الكلور بالاسلحة الكيماوية بالاسلحة البيولوجية بالاسلحة المستنفذة هذا كل انواعه الملك الجبري الذي لا يرحم الملك الذي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا هذا اخبرنا النبي عليه السلام ثم يرفعها الله اذا شاء ان يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة يرضى عنها ساكن السماء وساكن الارض هذا حديث من احاديث النبي عليه السلام من المميزات اللي موجودة في زمن المهدي الخلافة تكون مركزة في بيت المقدس المسجد الاقصى اذا هذا العلو اليهودي راح يتلاشى المكر والمكر اليهودي راح يتلاشى ما راح يظل لهش دور ستصلت عليهم الامة المسلمة انا بركز على الامة المسلمة خرجي المساجد وليس المسارح غيرها هؤلاء عندما يتخرجون من بيوت الله عز جزاك الان المساجد تحارب ودور القرآن تحارب لان هذه المساجد ودور القرآن هي التي تخرج هذه الفئة التي ستقضي على دولة اليهود واليهود بسبب سلطانهم وجبروتهم وتسلطهم وتحكمهم بالمنطقة العربية الان طلبوا منهم طلبات كثيرة جدا اكبحوا المساجد اكبحوا الان على مستوى دور القرآن امنعوها حتى ما نخرج الى جيل مخدرات حتى ما نخرج الى جيل رقص وغناء حتى ما نخرج جيل يخاف الله عز وجل وهذا تركيز الان قاعدين بتعبوا عليه بالليل وبنهار وبيقاوموا برصدوا من اللي بيجي حتى في كثير من الدول مين بروح صلي الفجر كل مسجد غرصوا فيه اما المخدرات مش مهم فذكر النبي عليه الصلاة والسلام ان هنا مركز الخلافة سيكون في بيت المقدس يقول عبدالله بن حوالة قال بعثنا رسول الله صلى حول المدينة على اقدامنا مشي سرية لنغنم من اجل غناء فرجعنا ولم نغنم شيئا طلعنا بدون شيء بقول وعرف الجهد في وجوهنا الجهد التعب المشقة فقام فينا فقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم لا تكلهم الي فاضعف لا نمعيش لا اعطيهم ولا تكلهم الى انفسهم فيعجزوا عنها ولا تكلهم الى الناس فيستأثروا عليهم يعني صير المال للجهة محددة ثم قال لا تفتحن لكم الشام والروم وفارس أو الروم وفارس النبي صلى الله عليه وسلم بخاطب هؤلاء عبدالله بن حوالة واللي معاه اللي راحوا بسرية انه الله راح يفتح لكم الشام والفارس والروم واليمن وحتى يكون لأحدهم لأحدكم من الإبل كذا وكذا جمعان كان الإبل ومن البقر كذا وكذا ومن الغنم كذا وكذا حتى يعطى أحدهم مئة دينار فيسخطها حتى المئة دينار مش معجبيته الإبل مش معجبيته الإبل البقر الغنم من كثرة الخير من كثرة الخير اللي موجود ثم وضع يده على رأسي النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على رأسي حوالة أوهامتي فقال يبن حوالة إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة لاحظ سمى الأرض المقدسة فقد دنت الزلازل دنت الزلازل يعني في فتن في محن في مصائب والبلايا والأمور العظام والساعة يومئذ أقرب إلى الناس من يدي هذه من رأسيك لأنه بعد الخلافة رح يطلع عندنا الدجال اللي راح نتكلم عنه رح يطلع عندنا يأجوج ومأجوج اللي بعيثوا فساد في الأرض من كل حدب ينسلون اللي بيمروا على بحيرة الطبرية فيشربونها أولهم آخرهم لقد كان فيها دماء إذن هذه بلايا محن مصائب رح تنزل إبادات قتل لو أحد يصور رح نتكلم عنه أجوج ومأجوج كيف عمليات الآن القتل اللي حتى السماء يطلق النشاب أو السهامهم على السماء فتنزل مخضبة بالدماء فيقول قتلنا من في الأرض وقتلنا من في السماء هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام اللي ذكره نفس الطريقة فيه اللي هو الخلافة من الأمور اللي بتكون فيه زمن مميزات زمن المهدي العدل ومحاربة الظلم الآن كثير بتكلم ويقول لك ليش عندنا بعض المتطرفين ليش عندنا التطرف ليش عندنا تكفير من الظلم اللي موجود على المجتمع كثير من الناس اللي اتطرفوا لأنهم حوربوا في أرزاقهم كثير من الذين الآن عندهم فكر تطرف من السجون من الضرب من القتل من الإهانات اللي اتعرضوا إلها لأنه انتوا بيعتبروه صفر عشمال ما مش مواطن ما لكيش أي كلام هذا بيأدي لكل فعل رد تفعل كل فعل له رد فعل آخر فهم لما الآن يمنعوا من الوظيفة يمنعوا من حقه يمنعوا من ماله يمنعوا من أي أمر من الأمور النتيجة بد يصبح عنده الآن تطرف وهذا سبب من أسباب التطرف اللي موجود في عالمنا العربي لما الدول أو أي دول من الدول تمنع تصبح عندها أحقاد عند الشعب أحقاد ولذلك عندهم استعداد أن يمشوا مع أي جهة من الجهات عنده استعداد الآن روح يقتل يذبح لأنه بعتقد الآن أنه هذا هو الحق لأنه الآن كل الحقوق غير موجودة لكن بزمن المهدي بيكون العدل لأنه يحارب الظلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم أبشركم بالمهدي البشرى من النبي صلى الله عليه وسلم يبعث على اختلاف من الناس الاختلاف الحمد لله أكثر من 52 دولة عربية والحبل على الجرار هذه المخططات الشرق الأوسط الجديد الآن على ليبيا على مستوى مصر مخطط سودان على مستوى اليمن الشمال والجنوب الآن بركسه السعودية الآن بركسه على تفتيت العراق على مستوى سوريا هذه محاولات باكستان محاولات الآن على مستوى تفتيت باكستان وتفتيت كثير من الدول هذا فغنى على اختلاف من الناس والخلاف والاختلاف الآن هو السبب مصيب من المصائب ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم القرآن بيّننا هذا الشيء وزلازل تزلزل الناس سواء كانت الزلازل الحقيقية أو الزلازل في الفكر الزلازل في العقيدة الزلازل في التشريع الزلازل في كل حياتنا هل الآن في قسم زلزل عقيدته عقيدته مزلزلة مع أنتوش مش راكز مضطر به عندنا على مستوى التشريع في زلزلة على مستوى الأخلاق حدث ولا حرج انهارت منظومة الأخلاق في كثير من الدول فذكر والزلازل فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما لأنه بحكم بشريعة الله وأي إنسان يحكم بشريعة الله العدل هو الأساس ومثل ما قال العدل أساس الملك العدل أساس الملك لك هنا كما ملئت ظلما جورا وظلما يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض يقسم المال صحاحا بيسألوا النبي عليه الصلاة والسلام فقال له رجل ما صحاح قال بالسوية بالسوية بالعدل يعني ما فيش واحد الآن بأخذ آلاف مؤلفة على أتفه الأسباب وقسم اللي بيشتغل بالليل وبنهار أقل القليل مش على مستوى في قسم الآن كل شيء له شنتات وإلى غير ذلك وقسم يعيش على أقل القليل بين الناس قال ويملأ الله قلوب أمة محمد عدله يعني حتى الأمة بيكون عندها خير حتى يأمر مناديا اللي هو المهدي يأمر مناديا فينادي فيقول من له في مال حاجة فما يقوم الناس إلا رجل واحد يعني اللي له حاجة بالمال يتفضل هاي الأموال تعال اللي بده مال والله لو أن أموالنا وأنا بركز الآن وأقسم أن أموال العالم العربي لو الآن وضعت لما وجدنا من يقبلها من كثرتها ومع ذلك الأمة محرومة منها لا في تنمية ولا في مصانع ولا في زراعة ولا في تجارة ولا في غيرها نهائيا فيقول فيقوم رجل واحد فيقول له المهدي ائتي الشدان الشدان الخازن بلغة اليوم وزير المالي المحاشب فقال فقل له إن المهدي يأمرك أن تعطيني مالا فيقول له احثوا احثوا يعني عبي عبي ثوبك عبي الشنتلي معاك عبي جيابك حتى إذا حجزه وأبرزه يعني فرزه اللي بده يأخذه ندم العاخذ فيقول كنت أجشع أمة محمد صلى الله عليه وسلم يعني كلها الناس عندها عفة كل الناس ما أحد يتقدم إلا أنا إن أو عجز بحق ما وسعهم قال فيرده فلا يقبل منه لا إلك بدك تأخذه إلا أن أصبح ملك خاص إلك فيقال له إنا لا نأخذ شيئا أعطيناه فيكون ذلك سبع سنين أو ثماني سنين أو تسع سنين ثم لا خير في العيش بعده يعني ضغل سنوات قمة الرخاء التي تمر على الأمة كل شي بدك يا موجود أو قال ثم لا خير في الحياة بعده سبع إلى ثمن سنوات حتى في حديث آخر نذكره يتمنى الأموات لو كانوا أحياء ورد من مميزات زمن المهدي الكفاءة في القيادة والحكم الكفاءة وهنا الكفاءة الآن نحن بدنا نحط تحتها خطوط في عالمنا العربي من الذي يتولى القيادة في كثير مناصب هل الإنسان الكفو الإنسان يوضع في مكانه المناسب هذا غير موجود حقيقة عندنا الآن في عالمنا فهنا المهدي النبي صلى الله عليه وسلم يقول المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة خلينا نميز بعض المسلمين بفهموه بطريقة خاطئة مثل فهم الشيعة بعض المسلمين اتلبس علينا احنا من الشيعة في بعض القضايا الشيعة بيقول لك بيكون فاسد وبعدين الله بيصلحه بهيوه وبعض فئات المسلمين بيقول انه بيكون فاسد ويصلحه الله في ليلة يعني بيتوب عليه هذا يتناقض حقيقة مع هذا صفات هذا الرجل معنى هنا يصلحه يهيئه للحكم يجعل عنده مميزات القيادة يجعل الناس يلتفون حوله يجعل الناس يأتمرون بأمره هذا معنى يصلحه الله في ليلة يعني يهيئه بيجعل عنده قوة بعد ما انهزم بين مكة والمدينة ومن مينة الى مكة ولا يريد الحكم هناك عندما يتولى القيادة يكون صالحا لخوض المعارك والحروب لنشر الدين لنشر الاسلام لتحطيم الكفر وهكذا هذا هو مميزاته يصلحه الله عز وجل في ليلة وكذلك اتفاق الناس على خلافة الكل يجمع عليه في ذلك الوقت تهى خالص هذا خليفة الامة مفيش عليه خلاف مفيش عليه خلاف هذا من ميزاته كذلك من مميزاته انه يأم بعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام عيسى بن مريم رح نتكلم عنه بعد الدجال لانه الدجال قبل عيسى وبيكون في الوقت اللي بيكون فيه المهدي وينزل على المنارة البيضاء شرقي دمشق لما بنزل اقيمة الصلاة فيطلب من العيسى بن مريم ان يصلي بالناس فيقول لا يأمكم الا رجلا منكم لنذكر احاديث النبي عليه السلام ينزل عيسى بن مريم فيقول فيقول اميرهم المهدي تعالى صلي بنا يعني بخاطب عيسى بن مريم تفضل للامامة فيقول ان بعضهم امير بعض تكرمة الله هذه الامة وهذا دليل على ان عيسى التابع لامة محمد وليس نبيا جديدا مستقلا لان ختمت النبوة بمحمد عليه صلى الله عليه وسلم ثم يقول انظر الى حديث اخر من حديث النبي عليه السلام منا الذي يصلي عيسى بن مريم خلفه من امة محمد من كرامة امة محمد عليه السلام لان امة محمد امة مرحومة امة محمد عليه السلام عندها مميزات القيادة لكن الان مكبوتة مقموعة قمع فهنا عيسى بن مريم صلي خلف المهدي كيف انتم هذا حديث اخر عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف انتم اذا نزل ابن مريم فيكم وامامكم منكم انظر في حديث اخر عن جابر رضي الله وتعالى عن قال لا تزال طائفة من امتي يقاتلون على الحق والله لن تموت هذه الامة امة محمد عليه السلام مهما تسلط عليها الاعداء لن تموت ستبقى امة حية الى يوم القيامة الى ما بعد يأجوج ومأجوج ستبقى هذه الامة حية ولو كان العدد قليل جدا يقاتلون على الحق مش على الباطل الا على الباطل بن هارو ظاهرين الى يوم القيامة قال فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول اميرهم تعالى صلي لنا فيقول لا ان بعضكم على بعض امرى تكرمة الله هذه الامة امة محمد صلى الله عليه وسلم لذلك هذه الامة امة محمد عليه الصلاة والسلام امة مرحومة وستبقى الخلافة فيها الى ما شاء الله عز وجل ايها الاخوة الاخوات من علامات الساعة الان اللي بدنا نتكلم عنها اللي هي تسارع العلامات الا الكبرى المهدي هو مقدم للعلامات الكبرى الان بدنا نبدأ بالعلامات الكبرى اللي اخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم في اكثر من حديث ذكر احاديث النبي عليه السلام تقريبا عشر علامات من العلامات الكبرى المثلا يقول النبي عليه السلام الملحمة العظمى وفتح القسطنطينية وخروج الدجال في سبعة اشهر الملحمة الكبرى اللي بينه بين الروم فتح القسطنطينية الفتح الثاني وانا قد يكون هذا اشتهاد مني انه قد يكون الان القسطنطينية فتحت بالتكبير والان الخير اللي موجود في القسطنطينية بفضل الله عز وجل واملنا ان الدولة الوحيدة التي تدافع عن الاسلام والمسلمين الان تركيا فيش عندنا دولة تدافع عن الاسلام والمسلمين الى تركيا الان انظر الان الى الشرق الى الغرب إلى داخل بلادنا في العالم العربي القمع والإرهاب من الذي يقف في وجهه قد يكون الآن اللي هو بالتكمير لما كانوا يطلعوا الآن آلاف مؤلفة الآن طالبوا بتطبيق الشريعة الإسلامية وخروج الدجال كل هذا في سبعة أشهر الدليل إنه السرعة شوف الآن كيف تتيجي متتابعة يقول النبي صلى الله عليه وسلم الآيات يعني علامات السع خرجات منظومات في سلك يعني مسبحة في خيط فإن يقطع السلك يتبع بعضها بعضا تنزل متتابعة علامات السع يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر تطلع الشمس من مغربها وهي راح نتكلم عنها فيما بعد كيف الآن محطة الفضاء الأبريكية دراسات موجودة أن الشمس بدأت الآن في تتهيأ لعملية الخروج من المغرب وإحنا نؤمن بكل ما أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم وتخرج الدابة اللي بتخرج من المكة المكرمة من الكعبة على الناس ضحى فأيهما خرج قبل صاحب فالأخرى منها قريب ولا أحسبه إلا طلوع الشمس من مغربها يقول هي التي أولا هذا بالنسبة لترتيب علامات الساعة لا تقوم الساعة حتى تكون عشر آيات العشر آيات اللي هي علامات الساعة الكبرى خصف بالمشرق المشرق زمان علماء أنا كان يقول لك كثير من يعني حصلت زلازل مدمرة في المشرق بعض الزلازل قتلت أكثر من نصف مليون قتيل أكثر من نصف مليون في الصين هذا لكن أنا أعتقد أن هذا الزلزال لم يأتي بعد خصف بالمشرق وخصف بالمغرب وحصل عندنا خصف بالمغرب حدث ولا حرج لكن أعتقد أن هذا لم يأتي بعد وخصف بجزيرة العرب اللي ذكرنا عنه هذا الخصف الذي سيخصف بجيش السفياني بذل حليفة بآبار علي بداخل المدينة الآن صارت كلها مدينة وحدة آبار علي تابع للمدينة المنورة والدجال والدجال اللي راح نتكلم عنه أكثر من حلقة وإحنا الآن نعيش في عصر الدجاجلة تلاميذ الدجال اللي بيهيئوا للدجال اللي بحكموا بما يريد الدجال اللي بنشروا الرذيل اللي بدوا ياها الدجال الدجال والدخان الدخان اللي بيخشى الناس ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر تحشر الذرة والنمل اليوم بقرة بعد صلاة الفجر قل لك الآن أضخم حقول بترول في العالم موجودة في منطقة عدن أضخم حقول بحيرات للبترول ولذلك في كثير من الحديث عن النبي عليه السلام تخرج من قعر عدن نار تسوق الناس إلى المحشر هل هذا ينطبق على هذا الشيء؟ الله أعلم لكن احنا نريد أن نوصل الفكرة أنه هذه النار قد تحترق البترول اللي موجود في تلك المنطقة المحيطة في هذه المنطقة يقول النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى بين يدي سعشر آيات كالنظم في الخيط إذا سقط منها واحدة توالت خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم وفتح ياجوج ومأجوج والدابة وطلوع الشمس من مغربها وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها هاي ذكر أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ترتيبها لذلك بعض العلماء رتب أكثر من واحد يعني احنا يقين مئة بالمئة ما عندناش يعني كيف مئة بالمئة لكن كثير من العلماء اجتهدوا من خلال أحاديث النبي عليه السلام أول شيء من العلامات الكبرى حسب الترتيب الخصوف الثلاث اللي بالمشرق بالمغرب بجزيرة العرب ثم الدجال ثم نزول عيسى بن مريم ثم يأجوج ومأجوج لأن عيسى هو الآن بيكون بزمنه عيسى هو الذي يقتل الدجال عيسى عليه السلام هو الذي يتضر إلى الله حتى يتم القضاء على يأجوج ومأجوج ثم طلوع الشمس من مغربها ثم الدابة ثم الدخان ثم نار تخرج من اليمن هذه الآن العلامات الكبرى اللي بدنا نبدأ نتكلم عنها بإذن الله تعالى لذلك في عندنا أول شيء ثلاث خصوف وهذا بأحاديث كثير عن النبي عليه السلام ذكر عن هذه الخصوف الثلاثة اللي بدنا نتكلم عنها حذيفة بن اليمن رضي الله تعالى عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم في غرفة ونحن أسفل منه فاطلع إلينا فقال ما تذكرون قلنا الساعة قال إن الساعة لا تكون حتى تكون عشر آيات خسف بالمشرق وخسف بالمغرب